السلام عليكم وليه وجود لكم مقطع جديد اليوم وجود لكم مقطع مينكرافت سلسلة سكاي بلوك أو انفينيتي سكاي بلوك الحلقة الرابعة شكراً على كومنتاتكم جميع لكم انتهت كرايت وقت مع صور هذا المقطع طبعاً شكراً لكم على توضيح سالفة إنه ليش مبقادي إنه الشجر شكراً لكم على سالفة مثلاً انفينيتي ووتر أنا سألتكم أصلاً قلت شكلي بسوي انفينيتي ووتر وراح أسوي بإذن الله المنطقة اللي هنا راح نضبطها من تحت ففيه أشياء مرة كثيرة راح نسويها فأنا هنا مجهز لكم يعني الأشياء اللي بسويها في هذه الحلقة ووش القراس هذه الأشياء راح نحط فيها هذه الميلون سلايز والبومكن وهذه كيف جبتها راح تطلع لكم اللقطة الحين ونتبح سبايدر طبعاً كان معنى تقريباً كم؟ أتوقع أنه كان ثمانية؟ أتوقع أنه كان ثمانية أيه؟ كان معنى ثمانية؟ فالحين نقدر أسوي صوف شكراً على الكومنتات اللي قالوا يمديك تسوي سرير فذكرتوني بسالفة السرير تسوينا سرير هنا بسم الله هوب لا لا هذا رميتها لا 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 تكفى أوكي حب كذا حب كذا حطني سرير ممتاز وضعنا يعني الحين نقدر نحط سرير هنا وهوب نوم العوافي الفكرة الحين أو في هذه الحلقة أن أول شيء كبر المكان من تحت طبعاً مجهز كابلستون مجهز كل شيء وفي نفس الوقت إيه صح الإنفينيتي ووتر يبغى لنا طيب يبغى لنا مكان أو شيء عشان نحط الإنفينيتي ووتر فا وش نسوي؟ نجيب هذا الشيء إن كان معنى باقي الثاني صح؟ إن ما معنى باقي الثاني؟ كيه يعني بنضطر أن نحط الموايذ ومن نرجع لها طيب اللي بسويه خلونا نجيب كابلستون زيادة نحط الكابلستون كذا لا هذي مو كذا كذا بيصير الوضع حلو يعني كذا 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 كسر الجوانب لأن ما رح تستفيد منها أصلاً نحط الموايه في الزاوية هذه ناخذ الموايه هذه ونحطها في الزاوية هذه كذا موايه لا نهائية أخي شي رحيم والله شي رحيم طيب الحين اللي بيزويه إننا بناخذ الكابلستون هذه الأشياء طبعاً أعتذر على الشي هذا لكن أنا تعبام مرة فإذا جتك حاجة أي شي صوتي ضعيف تحسون ما في حماس بسببتها لقي والله العندي مني طلعت غصب والله هذا الشي غصب عني فأعتذر على هذا الشي بسم الله ناخذ الكابلستون هذي وناخذ الجنريتور مين؟ أنا حطيته هي حطيته هنا طيب ناخذ الجنريتور نسوي كده أنا قلنا بننزل زيادة لكن إيه في مشكلة المشكلة هي والله ما صلى عنه بي فقله وسكره كده أفضل المشكلة هي الموية فهذه المنطقة يبغى أن نضبطها من جديد أوكي؟ ونحاول هذا المكان من هنا طيب خلونا نحط علامة هنا لنبدأ مثلا من هنا أوكي؟ علامة من هنا لنبدأ من هنا نزيل المنطقة هذه اللي بعد ويكون في منطقة الزراعة ومنطقة الأشياء كثير فالحين حاليا بننزل خلونا ننزل من هنا أتوقع أن يمدينا صح؟ ممتاز أنا ما عرف كيف طريقة هذه بس إن شاء الله أن أنا سكرت الموية آه يا مخي آخ آخ يا مخي آخ آخ يا مخي آخ ألاص موت يا رجال الله مخ ما فيه يا جباب أنا قاعد صور أخر الليل ما أعتذر يعني في ناس كاتبوا بهاو السيقار ماذا سوي يعني؟ أنا أقلي الماينكرافتي قليل المعرف الله الترقية حلو الترقية ترقية الله يحرمنا منه طيب إنا حطيناها ثوقب شوي هنا اللي هو تحت حاليا نحطها فوق أوكي؟ أوكي الحين ننزل بعد بعد ممتاز 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 حلو لا نزل زيادة شرايكم بعد 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 حلو بجينا ورقة هنا ممتاز طيب المكان هذا اللي هناك هو المكان اللي مفروض نبني إليه عجبتني إلي أنا نبني لينا 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 والله الوضع دماري خباب العاسم أنا وين رحت والله طولت أنا والله يا الله بكاتحي بتروح طيب نروح ناخذ الموية اللي هناك حلو لا 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 هدا دخلوا نمت يعني كيبين فنتري والمور طيبة خذينا الموية نروح للجهة الثانية ونبني فيها الكبستون هذا اللي حطيناها توقعنا بنكسره بنينا بزيادة مثل ما تشوفون فا نحاول نسوي كذا والله نمشفت يا شباب ما يقوم بزيادة؟ ما هي الأدى؟ ما هي الأدى؟ ما هي؟ طيب ناخذ BlδSarlay قبل لا تجي هذه black cats سهلة فما أبغى أضع موية عشانها وزي كذا فهمتوا فنكسر إلى ما نوصل إلى الحد اللي نبغاه طبعاً هنا كذا 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 مور طيبة لا هنا آخر شيء طيب الحين وش نسوي؟ بنبني في كل المكان هذا نبقى الأغراض اللي ما نبغاها كل الكبستان اللي معنو وبنبني في كل هذا المكان بنبني تحت كل المكان هذا عشان يكون في أرضية تحت الأرضية لأنه أصلاً عايشي بفوقها اللي مفروض نبني فيها شيء سوي بها شيء بس إننا ما سوينا ولا شيء حرفياً فالوش في الموية عالقة للحين تنزل أوكي اللي أفكر فيه أني أسوي الأرضية هذه أرفعها فوق شوي فهمتوا؟ لكن والله إني مدري فغالب إني بسوي درج عشان أقدر أرقى بسرعة يكون في نزلة كذا درجة أكيد يعني يكون في نزلة أقدر أنزل معها يكون في تحت السرير وهذه الأشياء ولازم أن نور المكان فمعنى تشاركول معنى كل شيء في التشست أنا مجاهزة فنقدر نشمع المكان ونقدر نسوي اللي هو الشجرة هذه اللي نبتها بأربع بلوكات البلوكتين بلوكتين اللي سويت لها بنميل بالغلط على بالي أنها تنبت صارت ما تنبت فهذه الأشياء كلها شكراً لكم على الكومنتاتكم بأذن الله بنسويها في هذه الحلقة فحلقة هذه دسمة جداً وعلموني هل تشوفون موب تراب جداً مهم ولا لا أن الأغلب يقول سوى موب تراب عشان البوم ميل أنا ما أدري هل يعني لازم أن يسويه إنه موب بسنك بليار هي موب بسنك بليار هي سكاي بلوك فهل موب تراب راح ينفاني مرة ولا لا هذا سؤالي فهمتوا فإن شاء الله أنكم تكتبون اللي كومنتاتكم في هذه الحلقة إذا والله الموب تراب غلاب كم يقول سوى راح نسويه في الحلقة الجاية أو الحلقة اللي بعدها لأن في الحلقة الجاية أفكر بشيء وما أدري هل أسويه ولا لا اللي هو البيت بس يبغاننا أغراض مر كثير يبغاننا خشاب يبغاننا أشياء كثير فهذه الحلقة أنا ما بديت هلأ معين كابستون مثل ما تشوفوه معي استاكات كابستون فأني جمعت قبل حلقة تقريبا استاكين إذا استاكات بلوكات عادية والله ناسي ما أحبت أبدأ حلقة إلا وأنا مسوي شيء لأن التكسير جدا ممل فالتصوير والله هي جدا ممل ويعني أعذركم صراحة إذا مليتم منه لأنني أشوفه جدا ممل وأنا قاعد أسويه فما بالكم أنكم تشوفون هذا الشيء في بعضكم يعني يحب كل التفاصيل فالمقاطع ويحب المقاطع تكون طويلة لكن أنا ما أحب المشاهد يمل لأن المشاهد إذا مل مقاطع والجاية ما رح يحظرها Mysterio فهذا الشيء ضرني جدا النعت المشاهدة ويضرني وصرا الكومنت خقي الشخص هذا أن يقول إلى..--"والله ما ليت إن في المقاطع الأ الجاية ما رح يكتبلي كومنت يعني والله العظيم هذا الشيء ضرني أنًّ يأنقص مشاهد ليكتب كومنت ويمكنس يستطيع السلسلة وما يضر يعني من ناحية اوه الدعم مدري لا، أنا أراها لايض دعم المشاهد اللي قاعد يدعمك جداً مهم وفي اغلبكم ترى يشوفوا المقطع ما اشترك فاني حبيت اذكركم بالاشتراك عشانك ما اشتركت بس اشترك اذا انت مشترك شكراً لك صرتك راني اذكر متالبة الاشتراك لان في ناس ما يبون اشتركوني يا اخي لكن متالبة الحسابات اللي في اليوتيوب اذا سويت حساب انت اوكي وتابعت واحد وسويت يعني متابعاً مفعل زر التنبيهات وزي كذا يبدأ اليوتيوب يطلع عليك مخاطح لكن انا مخاطعي ما تطلع للاغلب مشاهدين مسبت ان هذا الشي اه شو انا اشرح لكم الاغلب يا انه ما اشترك يا انه يعني في مشكلة ففهمتو اوكي كذا انه كويسين كذا ممتاز والله ممتاز استغلنا اذا كنت ناوز او ستيرس لكن قدرت تسويها من السلابس ادري انه تخسرك بس عاد شو نسوي هذا الشي نكسره اللي تحت هذا بيكون مكاننا الاساسي اللي فيه سرير وفيه هذا اذا اشياء انا مجهز هنا مثل ما تشوفون الفحم اللي خذينها من التحديات اللي قبل اللي ما استفدنا فيها شي حالوين انا تعوني ابدأ تعوني ابدأ استفيد من هذا الشي ممتاز و بيرصبن علي كريمة رحيم يفجرني بيعلمني انه نلحق لكن ان شاء الله نلحق اوكي كذا ممتاز شمع المكان هنا بعد هذا اللي بتدرك هي مكان اللي هذا يعني يبغان نرق المكان هنا فهمتوا المكان اللي هذا والله العظيم ما عرف عشره هنا هنا نحط شمعه هنا شمعه هنا شمعه والله يبغان نشمع ام المكان الاماكن اللي ما يجيها شموع راح تثرة علينا ويجيب انه ممتاز طيب انه شمعه شمع شمع كل المكان طيب حاليا ناخذ هذا الشي ونزرع الشتجارة حقتنا الاموب اوكسابلنك لا انا ليش خذيت الاوكسابلنك ناخذ هذه ناخذ الديرت والقراس و بنفس الوقت نحول لنا يبغاننا ننزيل المكان هل نخلي الديرت فوق عشان يطيح على تحت على طول يعني مثلا هذا الشي كيف شرح لكم انا لازم اميل هذا الشي هنا عشان الديرت ما يطيح تحت لو كسرناه لا 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 كيف العيد العيد فرح يا شباب العيد فرح يا شباب عاد عاد يتصير اني هذا الاشياء مفروض ما يكسرها انا همشي ما يخرب الجنريتر هذا انه مستر رزقي من الآخر يا عادي هذا كيف رسبن هنا يا ابني انت كيف رسبنت علمني كيف رسبنت انت انت كيف رسبنت و قالوا ان يراودوني انا لا ازرفت جموع من مكان ولا سوت شي انا نحطه هنا ما شاء الله علي صارت حقي الجنريتر اوه خي قلب يا يعني انا ليش حصله نحطها ديرت خلاص اني عندنا جنريتر هنا طيب الى الحين الحمد لله يعني رقعنا الوضع شوي نعطيها نومة او لا بغانا هنا شمعة بيبغانا مكان الزرع اوكي هذا المكان الزرع اللي هو هنا فيارب نشيل هذه الزرع فيارب انه ما يخرب علينا ولا شي انه حرفيا الاوك وود هو اللي لازم او 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 وش كان هو والله اني مادري اللون الغامق الزفدة هو المكان او الشجر اللي ناقصنا هذا ما ادل ليش انا قاعد نزرعه بس كذي قمت نزرعه يبغانا كابستون يبغانا اشياء ويبغانا نزرعه حلوين حلوين طيب نشوف كم معنى كابستون ما ادري كم معنى صراحة بس اذكر معي معي هنا مثل كابستون الباقي هنا ونجيب هذا الكابستون كمل فيها المكان هذا همتو بقيت اطيح تطيحها خائصة بس حمد لله اني مغطعت طيب كذا كذا ممتاز وممتاز والله شموع مخربة أم المكان لا ما نعني الواضح لي اللي Gonna give it to ان هذا المكان هو اللย CON مكان الزرق هو مكان الميلون شي هذا ونجيب اللي هو هذا هل المفروض يكون عنده ميلون سيتن اتوقع انه لم يزرعو إila لازم موه والله اني ما ادري توقع انه لم يزرعو إلي لازم موه فأنحاول نحوط المكان موه يعنى أنا اذكر انه �ينا من هو كان الورق لي هذا صقركين هو اللي لا يزرعو الآن مى هذا فهذا شوفوا كيف يحرب الواضح الواضح لي أنه لازم موح وغلنا كابل ستون وعشان نمشي الموح جنبها وما أدري أنكم كذا بتتغرمون ليش قاعد أسوي هذا الشي هل هو صح أو مبصح؟ ما أدري أنا لازم أسوي هذا الشي عشان يكون الزرع كويس أنا ما أدري هل هذا الشي صح؟ مبصح؟ والله ما أدري أنتوا لازم تصحوا حولي في الكومنتات فأنا قاعد أسوي شي هذا ضمن الحلقة في ناس يقولون ليش ما تبث في تويتش؟ ليش ما تبث مدريش؟ أنا حرفيا أنت عندي سيئة ولا كان أريد أن أبث؟ والله أريد أن أبث بس ما أقدر يعني لو أبث أبث تيكتوك أبث كذا سوالف ما سوالف وتابعنا على تيكتوك ذا الأيام صغيرة أبث بآخر الليل تابعني إستجرام سناب تويتر إستجرام جدا مهم في سلوم سناب في سلوم X تويتر في سلوم X يعني نفس اسم قناتي بس آخر شيء X أوكي كذا إنك أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو العشرة حق تهدي وستطاعش حق ندبلها وتصير أربعة لكلب لك عشان نحللها يعني الحمد لله أخيرا طلعت والله يا خيرا خليها تنزرع مرة ثانية إن شاء الله والله 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 باقي والله خشب كثير يا شباب الحمد لله شوفوا حتى بقي تحتي ما كسرت يا ساتر طيب الحين بزين هذا المكان والله استربي ما شاء الله الكريم ما شاء الله طيب هذا المكان لازم نكسره تحت لا نسوي كده 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 حان ما هي ما طلع بره ممتاز لازم نغطي هذا المكان كده أوو لازم نغطي هذا المكان من تحت حتى حلو ممتاز كده سكرنا على المكان خلونا نطيح بس عشان يرصبنا من جديد ويكون معنا هيل ومعنا كل شي تورب عين خشب الحمد لله إن خلصنا التحدي ذا الحمد لله يا رب المطر مرة يضايق الوضع جنقل سابلينك خلصنات وقاعدة التحدي انقل والله أنا ما أدري يا والله سكرت كله ما كان لذا طيب نحاطين درج واحد ومر بيد أحس لكن يبغى لتنظيم المكان زي الناس لأن تنظيمنا الأمانة سيئة نأخذ الووتر من هنا الووتر إش فيك بس الموايا من هنا طه هذا بعد هنا خلي معنا واحد ما أدري هل بيكفي ولا لازم يحط من هنا توقع كده هنا النص كنا أي النص يبغى لها بعد كده متساوية الموايا صح تقريبا يعني كده تمام الأمور ولا اللي غالة موايا من هنا هذه جتها موايا خلاص عرفية طرح ما أدري هل قادت سوي شي صاح ما بصاح ما أدري طل هذا هنا وهذا هنا نشيل السري نحط لسيحة بعد وهذه نزرعها وين أخي خلياتهم هنا أخي خلياتهم هنا أكي واحدة طيب أعطونا واحدة ما طاحتنا واحدة وهل نزرع الشقر كين ولا لا ما أدري واضح إن المكانت أقل قبل شوي قاعد يخرب علينا طيب اللي يبغى أعرفه هل الموب تراب مهم وهل إنه مفروض أني أسويه ولا لا هذا الشي اللي يبغى أعرفه طيب أنا شفنا هذا أي واحد عنده بلوكة دايموند يعني خلصناه قريبا يعني هذا كان وشو والله ما خلصت هذا ما ودي أرجع إلا و أنا مخلص الأغراض كلها فهذا جنجل خلصناه هذا ما خلصناه حلو طيب هذا الدارك أوكي هذا الدارك اللي جايين عشان أصلاه كان يبغى 10 بلوكات فنحط 10 زي كذا ملا بتعناها جولدون أبل وأبل حلو وغالباً أمم أعطيك شي جديد يعني مستحيل يعطيك شي جديد فهنا يقول أوك بلانك خلصناها كان في شيء اللي يبغى لك 64 بلوك أذكر جنجل هذا الدارك وكي يعني ناخذ 16 64 كذا نحط كذا ويطلع لنا تشيست في تشار كول ما استفيد مننا ولا شيء بس منها نخلص التحديات ونرتاح منها طيب اللي عرفناه الحين إن القلاس خلصناه الويت سيز أغلبكم قال البون تقدر تتحط فيه الأرض ويطلع لك زي القراس هذا وتكسر ويطلع لك سيد وتزرع ويطلع لك الكويت لكن ما معي بون فكذا مشكلة يعني يبغى أشياء كثيرة يبغى لها زرع أغالب أنه خلصت الويت راح يطلع لك اللي هو الجزر مثل ما تشونه هنا هنا بيتروتس ما أدري وش البيتروتس هذا بس واضح هنا أنواعه في كاكاو وفي ما أدري وش شوفها راح نشوف الجنجل وش سالفتها هل لازم مكان خاص بالجنجل عشان ترسبن ما أدري كيف نحن نجيب الرابع من هذه كيف تطلع أصلا دارك ما أدري لكننا خلصنا تحدى حقها عموما الجنجل زرعناها فهذا جنجل بعد كلهم جنجل فغالب أن ما راح ترسبن ما أدري فغالبا جنجل 3 نفس وضع هذه لازم أربع بلوكات لأن جنجل أذكر لنا كبيرة وفيها فيها شيء أخر كذا في الشجر نفسها نسيت والله وش اسمه فغالبا لازم اللي هو أربع بلوكات كيف نجيب أربع بلوكات ما ندري يعني هذا الأشياء سبروس لقد ما خلصنا جنجل أم سبروس لقد تزون بنتفاهم بعدها بشكل الوضع بعد هنا سبروس هذه كلها سبروس هذه جنجل هذه أنا اللحظ مخي فيه بلوكات كثيرة أنا أجرب أجرب أن أضع أربع بلوكات فأشوف هل تطلع سبروس هي السبروس اللي كانت موجودة بشوي اللي كنا نقول وش صالفة ليش ما تطلع وما خلصت لتحدي حقها صارت هذه طيب نرقد على ما نخلص لهذه هتخيلوا كذا فجأة تطلع سبروس والله 64 بلوكات أتوقع نخلص هذا تحدي حقها مرة على طول فنبدأ نكسر هنا وجمع لي ما يفرج هالله وإن شاء الله تطلع سبروس ونخلص تحدي حقها ونرتاح ونشوف بعدها هل نسوي التحدي أو نسوي موب تراب عليش الموب تراب يعني زي اللي بياخذ وقت طويل بياخذ موارد كثيرة وزي كذا فلازم نعرف منكم اللي يلعب سكاي بلوك صحيح انه لازم سكاي بلوك هل نازم نسوي موب تراب ولا لا ان الشغل متعب جدا ويخليني لازم عقد يوم كامل تقريبا اضبط فيه قبل تصوير جمعنا og oh طلعت شجرة يا عيال سريع سريع الحمد لله الله العظيم ما انتهت لها له وانا كده يا أمور اắt بالك هذا ما ايش يا ساتر والله يبغى نركي فوق عشان بسに نكسر لا يله يا الله شجرة ولك pero لسي شباب، تقول ذي اللي قبل شويل أوك وود مدري إيش إنها صعبة، هذا صعب تكشير توقع يا ساتر، كلها أربع بلوكات، بس هذي كلها مرتفعة بزيادة اللهم لك الحمد، شكلة ستاك كامل عيال شكلة ستاك كامل، لا إله إلا الله شوفوا غير البلوكات اللي طائحة، شوفوا الأكس بينكسر يا ساتر، يا ساتر، والله كمية بلوكاته بطبيعية بينكسر الأكس، بينكسر تكفص، ملين آخر شيء تكفى شوفوا، 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 يا ساتر، ثلاثة على طوطة أحتي ثلاثة، لا إله إلا الله، ساكو ثمان حبات يا ساتر، أطلنا ورقة الرابعة، طيب أنا ما أود أذهب إلى المكان لكي أسرزي هذه أو هذه، ما ليش أنا ما ترس منه واحدة، أو ترس منه تروح شوفوا قلب المكان هذا، قلب كله كده لاحظتوا؟ قلب سبت، سبرو سوود، والله شي جامد سوي كده أفضل، الأرضية عشوائيا كده أنا ما أدري هل أصلا الأشياء تنزر على هذه، ولا ولا كده الوضع، ما أدري، سوينا كده كده، ترجع طبيعي، أوكي، والله ما طحي، الرابعة طيب ويه؟ والله ما في رابعة، جي جي، حتى تحت ما فيه ممتاز، شغلنا ممتاز، ما شاء الله الكريم طيب، نروح هناك، نخلص حديات، سوف الشي اللي بعده وش بيكون ما أن، ما معنى، بون ميل، فلازم نشوف حلقة، نشوف ثلقاتكم في هذه الحلقة ونأكد هذا الشي، هل نسوي، لازم ضروري ولا في طريقة ثانية، نجيب بون ميل، لو خفض كذا، شي ببسيط أوكي، أقدر أذبح سكيلتن، وهذا الأشياء، ما راح أضمن أن نجيب شي مرة كثير هنا سبروس، حط حبة هنا، أخذ الأوكي، جولدن أبل، والأبل هادي، ممتاز هذا جنقل، بلانكس، جنقل، سبحان الله، ما أدري كيف سبروس بلانكس، خلصناه، بس بلكات هذه ما خلصناها، كيف؟ ما ندري جنقل، كيف ما خلصنا جنقل إنه؟ الله يرر، قسم بالله إررر لازم لازم أنني حلقة هذه، لازم، والله في شي كثير فعلي ها مشي تردون على سالفة إنه هل لازم نسوي الموب تراب؟ ثاني شي، هل لازم نسوي حركة بالحقة السبروس هذه؟ هذي سبروس والله إني مدى؟ لا، مم سبروس الجنقل أتوقع هذي الجنقل، هل في طريقة نزرعها ولا هي أربع؟ وكيف نجيب الأربع هذه؟ ما أدري أوكسابلنج، مدريش، بيرتش، سبروس، سبروس تزرعناها هذي سبروس صح؟ يب، هذي سبروس نفسه، يبدين نزرعها زي كذا، ويبدين نزرعها في الطريقة الثانية؟ معقولة؟ ولا هذا مو مكانة، ولا إيش؟ ما أدري، بس إنه مو مكانها، ما أدري ليش كي أخذهم، نزرعها في مكان ثاني، كذا، كان شوائي لما أبع شوائي، عادي، لو تطلعت واحدة، ما يمخرب على الثاني إن شاء الله هو أتوقع أنه لازم أربع بلكات، أتوقع، بس كيف أجيب البلكات ما أدري، وهذه ليش تغيرت كذا، أتوقع عشان أجنقل وعموماً يعني، فيها أشياء كثيرة قاعد نجيب فيها العيد، لكن اللهم والمهم أن نسوينا تحديات كثير، خلصنا أشياء كثيرة، أضفنا الووتر، أضفنا المنطقة التي تحت هذه يعني لو تشوفوا المنطقة كيف، صارت توسيع مرة، يبقى تضبيط، تبعون نسوي بيت سوين بيت، تبعون نسوي ما بتراب، سوين ما بتراب، كل الكومنتات هذه لازم أنتوا تعطونيها تكمل حافية جميعاً، ونراكم على خير في عمل الله، أعتذر على التعب، أعتذر على صوتي ضعيف، لكن تعبان تعبان جداً، الحمد لله أني صار في نهاية لأكمل إلى نهاية المخطأ، بداية تكلّج، السلام عليكم